تعددت الآراء والأبحاث عن مدى فعالية المضادات الحيوية وتأثيرها على جسم الإنسان لسيما الأطفال إذ توصل الباحثون إلى أن البكتيريا الموجودة في الأمعاء هي التي تؤثر مباشرة على صحتنا وعلى أوزاننا أيضا قام الباحثون من كلية طب بجامعة نيويورك بإعطاء الفئران جرعات مخفضة من المضادات الحيوية خلال سبع أسابيع من ولادتها مما زاد حجم الجسم ما بين 4 أو 2 إلى 4% وعلى ما يبدو فإن العلاج بالمضادات الحيوية ساعد في بقاء أنواع من البكتيريا في أمعاء الفئران جذبت السعرات الحرارية من الطعام كما قامت هذه البكتيريا بتشغيل أنواع من الجينات مسؤولة عن أيضا الدهون وعملية التمثيل الغذائي بالمقابل أثر هذا على الحيوانات التي بدأت أجسامها بتخزين الدهون أكثر ما يربط سمنة الأطفال بالمضادات الحيوية التي يأخذونها في طفولتهم إذن ينضم إلينا في الاستيديو الدكتور محمد لطفي الضوي اختصاصي أو ماجستير طبق الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى النور أهلا بك دكتور محمد لطفي حدثنا في البداية تأثير المضادات الحيوية بشكل عام على صحة الطفل خصوصا فيما يتعلق بمناعة الجسم هو مبدايا الأول المفروضين نحن نتكلم أن الجسم ده فيه خط دفاعي من الأول يعني فيه البكتيريا النفعة اللي بتكون موجودة في الفم بتكون موجودة في الأمعاء تمام دخول المضاد الحيوي بيكسر زي ما بيكسر البكتيريا الممرضة اللي دخلت تتعب الطفل برضو بيكسر البكتيريا النفعة اللي دخلت الموجودة أساسا وبيظهر بقى منها أعراض كتير يعني الأعراض الجانبية للمضاد الحيوي واللي احنا نتكلم عليها دلوقتي طيب بالنسبة لموضوع أعراض أو الحالات التي يجب أن يتم أخذ مضاد حيوي فيها بالنسبة للأطفال لا الحاجات دي بتكون طبعا الأطباء بنكون عارفين بتبقى فيه درجة حرارة عالية جدا البيبي بيكون توكسك يعني بيكون مش جاست حرارة بس عشان الناس بتخلط بين الحرارة اللي هي الفيروسية والبكتيرية بيكون طبعا عن طريق تحليل الدم بيظهر فيه صديد مثلا في اللوز بيكون فيه التهاب في المسالك البولية التهاب صديدي في الأمعاء وهكذا صديدي تقصد قيحي يمكن أن في هذه الحالة لازم طبعا لازم ناخد التهاب أو مضادات التهاب الحيوية ولكن دكتور ما رأيك بهذه الدراسة أنهل بالفعل يمكن أن تكون المضادات الحيوية تؤثر على السمنة لدى الأطفال بالزبط هي من ضمن الأعراض يعني كمان بالأخص البنسلين لما بيتخذ في عمر أليل في عمر صغير وبيكون ولو حتى بجرعات صغيرة بيأثر على عملات تمثيل الغذائي بالنسبة للأطفال اللي هي موجودة في الأمعاء وغير دهون بالزبط الناتشرال في جوت نفسها تماما ولا يؤدي مثلا بشكل عام هناك أيضا ما يتعلق بالبنسلين على وجه التحديد هناك عوارض حساسية من ضمن الأعراض الجنبية المضادة الحيوية كتير جدا الأعراض الجنبية المضادة الحيوية بتبدأ من أول جاية أبسات اللي هو الإسهال ترجيع طفح جلدي الالتهاب الفطري اللي في الفم الالتهاب القولون الالتهاب غشاء القولون اللي هو الكاذب تمام وتوصل في بعض الأحيان لهبوط في أعراض دورة دموية ولكن دكتور بعض الأمهات للأسف يعني يلجأنا إلى أعطاء المضادات الحيوية دون استشارة طبية يعني هذا الشيء ألا يؤثر خصوصا أن الأم تقول مثلا الدفاع عن نفسها أنه تقول أنه أنا أعرف طبيعة ابني وجسم وصحاته دي نقطة نحن المفروض أن نحن بنصح كل الأمهات نحن عندنا دلوقتي الحرارة مش لازم تكون بكتيريا الطفل معرض على الأقل من 8 إلى 12 مرة أنه يسخن في السنة تقريبا مش كل حرارة يبقى أجري أجيب مضاد الحيوية تاني حاجة الأم بتروح تقول أنا أصلا ابني بيجي عن مضاد الحيوي ده لا هو نحن المفروض أن نحن تشوفي الأول الدكتور عشان يحدد نوع البكتيريا أو نوع الفيروس ده لكن أنت بتروحي ابنك استجاب للمضاد الحيوي ده في وقت معين كان محتاجه وفي مرض معين بالزبط بالزبط ما يجيش ما يجيش لكل حرارة يبقى هو نفس المضاد الحيوي لا هي مش كده تمام تاني حاجة احنا بنقول دايما ما تستعجليش يعني الطفل بيسخن النهاردة على الأقل 48 ساعة إدي الجسم فرصة أنه يبدأ يقاوم الفيروس الداخل ده لأن أكتر من 80% من الأطفال سبب الحرارة لها بيكون فيرل فليه يأدي لطفل المضاد الحيوي المضاد الحيوي ده مش بنقول بيأثر على جهاز المناعة لأن قصة المناعة ده قصة كبيرة لا بس بيأثر على الجهاز الدفاعي للجسم تمام زي ما قلنا أنه هو البكتيريا النافعة اللي موجودة في الفم البكتيريا النافعة المضاد الحيوي بيأتل الكل البكتيريا النافعة والبكتيريا الضار يعني لا يفرق بينهما خالص غالبا الأم لازم أن هي طفل سخن ما تستعجلش عليه وده بيخلي بعض الأطباء تكتب المضاد الحيوي لرغبة الأم ولكن هل هذا صحيح لا خالص لا إحنا المفروض أننا أنا يهمين الطفل في المقام الأول الأم ممكن مع بعض دكاترة يعمل لهم ليدنج ليدنج الحاجة مش صح لا المفروض أننا تعالي تعالي أشوفك بكرة تعالي أشوفك بعد وهكذا طيب في المقابل دكتور محمد في حال مثلا تم إعطاء هذا الطفل مضاد حيوي أحيانا بعض الأطباء يعطونا في الجنب يعني إلى جانب المضاد الحيوي فيتامينات ومعادل وأنه للتخفيف من أعراض هل هذا صحيح؟ يعني تخرج الأم عن عيادة الطفل ومعها الكيس من الأدوية لا ده طبعا ده طبعا مش صح إحنا زي ما قلت لحضرتك من شوية إحنا الطفل غالبا معرض من 8 ل 12 مره ويسخن في السنة ده طبيعي جدا طبيعي ده طبيعي ومفيش تأثير على أصل المناعة بتاعته قليلة مناعة لا المناعة دي مش المناعة دي حاجة كبيرة جدا إحنا اللي بنضعف المناعة بالمضادات الحيوالي الكتير بقى فيه أبيوز بقى فيه دلوقتي رفض لهذه الأدوية إحنا دلوقتي بقى البكتيريا بتظهر مواد بكتيرية جديدة مقاومة للمضادات الحيوالي الموجودة في السوق خلاص يعني يعني طفل مثلا جاي بحرارة بسيطة احتقان بسيط جدا في الحل أدينه مضادات حيوالي قوي يجيب بعد كده الطفل ما استجيبش منه لا يستجيب ربما طيب في هذه الحالة مثلا ما النصائح التي يجب أن تعطيها الأم دعنا نتحدث عن حالة واحدة تعاني منها كثير من الأمهات بالنسبة لأطفالي هنا حالة ارتفاع الحرارة أيوة بالضبط الحرارة لازم تعرف أي أم الحرارة دي عرض مش مرض يعني هي ظهور الأعرض يعني الطفل اللي عنده جريب بس يبقى عنده حرارة لقدر الله طفل اللي عنده التهاب رقوي عنده حرارة إحنا حظريك بتفرق إزاي بين الحرارة دي والحرارة دي أن أنت حظريك بتشير الطبيب بتشوف الطبيب خلاص إحنا أول يوم أول يومين وأكيد كل أغلب الأمهات شافت أن الطفل ممكن يسخن في خلال 24 ساعة بعد 24 ساعة الطفل بيخف الوحيد في هذه الحالة ما الذي يمكن أنت كأسعاف أول خافة حرارة معها مثلا ممكن نعمله كما دات أو حاجة بالضبط أيوة بالضبط خافة حرارة بس وبنصبر على الطفل يوم واثنين الحرارة زي ما قلنا عرض الحرارة فيه أمهات ممكن يتشنج مني لا مهم ممكن يتشنج دي ده عرض مصاحب للحرارة مش مضاعفات للحرارة بوتريوليتك إنزايم دي بتكسر بقى في الكبد بعد كده أيوة يعني احنا المفروض أن الحرارة دي لازم الأمهات تعرف منها عرض مش حاجة مخيفة لا دي حاجة بتدل كمان أن الجهاز المناعي لتفل شغال كويس طبعا الأطفال اللي عندهم ناقص مناع دي بتبقى أطفال يعني من الولادة معروفة والتهابات بشكل طيب بشكل جدا جدا سريع بالنسبة لأطفال ما دون سن السنة ستة أشهر مثلا يناسبهم أعطاء مضاد حيوي برضو احنا مش عايزين نجزم بأن احنا لا أمانديش لا عشان برضو في بعض أطفال احنا في أطفال الحديثي الولادة ساعد بندولهم مضاد حيوي واثنين كمان بنبدأ بس ده عشان هو محتاج للمضاد الحيوي لكن إن أنا طفل بجريب لا بتابعه بتابع على الأل حتى ممكن أعمل حتى صورة دم حاجة اسمها سي أربي بنتطمم بيها لو فيرال أو التهاب فيروسي حتى أوبر يعني بيعطوا مضاد الحيوي ده زي ما بولت ده أبيوز للاستخدام للمضاد الحيوي لا كده كتير بالزبط بالزبط السوق استخدام للمضاد الحيوي تمام فإحنا المفروض إن إحنا بس بنتابع لو بأقصى حد إحنا بنعمل حاجة اسمها سي بسي أو صورة دم كاملة مع حاجة اسمها سي أربي فيرال خلاص أوكي أنا أود أن أشكرك دكتور محمد لطفي الضوي ماجستير طب الأطفال وأيضا حديثي الولادة في مشفى النور شكرا جزيلا لك شكرا